المنتخب الوطني، العراق، الإمارات، اليابان، أستراليا يحتاجون نقطة واحدة للتأهل للدور الثالثة السعودية بعد الظنس سعودية نعم نعم نقطة واحدة إيران، أوزباكستان يحتاجون الفوز للتأهل طيب عثمان نتكلم على المنتخبات وحضوضهم في هذا الدور التأهل إلى الدور الثالث أو إلى كاز آسيا يعني هو معظم المنتخبات الواضحة والمنتخبات المتمرسة في التأهل للنهائيات خاصة، نهائيات كأس العالم أمورها يعني 100% واضحة وماشي بالطريق السليم المنتخبات اللي قاعدة بتسعى للتأهل لكأس العالم هي يعني نحكي من قطر وأوزباكستان، العراق، الإمارات البحرين، عمان، الأردن، سوريا، فلسطين هاي الدول زاء الدول شرق آسيا اللي هي قاعدة بتطور بشكل كثير كبير دول يعني قاعدة بتقدم كرة قدم محترمة وقاعدة تقدم إضافة في كرة القدم الأسيوية وما بدنا ننسى الدول اللي هي الشرق آسيوية الوسط آسيوية اللي هي قرغستان والدول هاي برضو كمان قاعدة بتطجكستان بتقدم حالها بشكل كويس فالصعوبة صفة في التأهل الناس ممكن متخيلة أنه الموضوع سهل وثمن فرق خلص أنت يعني خلص طريقك سهل وبتقدر توصل كأس العالم بسهولة لا باعتقادي هذا الموضوع صعب المهمة على الست فرق الكبار في آسيا لأنه أكيد طريقة التحضير وطريقة الاعداد وطريقة الاستعداد للوصول صارت أصعب بمراحل صار فيه فرص للفرق الثانية بشكل أكبر من السابق فبالتالي باعتقاد المباريات رح تكون صعب جدا على كل الفرق وعلى كل المنافسين مشعل أكيد خالد نحن نتكلم عن الفرق المتصدرة نفس ما تلك ما ذكرت من قبل شوي محتاجين أكثر من منتخب محتاجين نقطة 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 ولكن أنت قاعد تتكلم عن الفرق اللي يمكن محتاجه نتكلم في المركز الثاني سوريا عندك المنتخب الكويتي في المركز الثالث عندك حتى المنتخب الأردني في المركز الثاني وأغرب هو ولكن عنده مواجهة صعبة مع المنتخب اللي الصراحة كان مفاجأة في كاس آسيا غرقستان اللي عدى وشفنا حتى مباراتها الأخيرة مع السعودية ولكن الفرق العربية إن شاء الله قادر أن كلها تصعد والمرحلة الجاية راح تكون أصعب لأنك أنت راح تواجه منتخبات بشكل كبير هي متمرسة غير أن أنت خاصة إحنا منتخباتنا العربية في التجمع يختلف الوضع تطلع بصورة أفضل ولكن أنت في التصفيات اللي فيها ذهاب وياب وفترة توقف تجمع كلها يومين ثلاث الفرق الثاني واللي خلنا نكون يمكن الفريق السعودي هو الوحيد ولكن منتخبات شرغاسية تكلم عن اليابان كوريا استراليا هاي إيران معهم هاي لين متمرسين عندهم لعيبة على مستوى ولكن منتخباتنا قادرة خاصة في الحين ثمام مقاعد الفرصة صارت أسمح ولكن لازم تكون ممارسة بشكل أفضل وأفضل والإعداد حق المباريات بشكل خاص ياسر إذا نحنا نتكلم عن أول المجموعات تقريبا فيه خمس مجموعات مضمون منه الأول يأخذ فيها لكن هناك مجموعات معقدة في المركز الأول و أقصد الرابعة بين عمان و قرقستان و ماليزيا حتى الآن لديهم كل 6 مقاط وهذه معقدة من يأخذ الأول و من يأخذ برع منه أعطني الصعوبات التي واجهونها منتخبات العربية يعني عمان مجموعتها صعبة في ظل الوضع الحالي و النقاط قرقستان 6 و 6 مع ماليزيا و أيضا هناك منافسة قوية بين البحرين و الإمارات في صدارة المجموعة و أيضا إيران و إزباكستان في صدارة المجموعة و كويت بمحمد مع الهند مجموعتنا بعد و الكويت أيضا و الهند الثاني يعني نعم أيضا في يعني و الأردن و أبو محمد يعني نتكلم عن الأوال تغريبا لا 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 لأ لأردن كمان في صعوبة في التأهل مش موضوع مش سهل لا لا لأردن صعب خاصة بكرة إذا طاجكستان يعني فازت على السعودية بكرة في ملعبها نعم و هي يعني مرشحة بكرة يعني تتقدم مباراة جيدة في ظل المباراة الأولى اللي شفناها بخسارة بصعوبة واحد صفر سعود سبع نغاط أيضا أيضا بكرة مباراة معقدة و تدخل طاجكستان يعني هم هنا تدخل في المنافسة على حساب الأردن يعني إذا على المركز الثاني هناك فوارق أهداف أبو محمد كمان هناك فوارق أهداف يعني فرق الأهداف لصالح طاجكستان ياسر يعني نحن نقول ثمام انتخابات يتأهلون لكاس العالم عدد كبير صحيح لكن تواقع ترى في صعوبات كبيرة على كثير من الانتخابات العربية يتأهلون بكل تأكيد الموضوع مثل البعض كان متوقع صحيح يعني خالد رغم أنه فيه فوارق في البطولة مثل مع بولو الشباب بالتجمع غير ولكن عطتنا مؤشرات آسيا الأخيرة بطولة آسيا الأخيرة أن الفرق العربية قادرة أنه تعمل شيء وخاصة من خلال ما شاهدنا أمام فرق كبيرة يعني اليوم المنتخب العراقي كان يخشى المنتخب الياباني شفنا كيف وقف المنتخب الياباني المنتخب الأردن أمام المنتخب كوريا وليست لمرة واحدة التقوا في الدور المجموعات والتقينا بالفرق الكبيرة بالدور ما قبل النهائي فشفنا الفرق العربية أثبت الزاتة من خلال هذه البطولة وصار طموح عند العرب وعند الجماهير العربية لتقدم شيء يعني اليوم المنتخب الأردن يا سبيل المثال لا يرضى الشارع الرياضي بعدم التأهل لأدوار مهمة في الأيام القادمة عطفا على ما قدموا في آسيا يعني أنت ما معقول أنه تكون في آسيا تاني بطل آسيا تيجي بالتصفيات بعد شهر وشهرين حافظت على استقرارك في المدرب حافظت على استقرارك باللعبين ما تكون منافس بس أنك تخرج بخفة حنين هذا الشيء المش مقبول في البلدان العربية لذلك نحن كبلدان عربية عندما تشاهد منتخب أتى من تحت لفوق بيكون نوع متطفرة ليس نوع تخطيط فأيضا مثلا عن سبيل مثال منتخب سوريا يعني أضاع نقطتين أمام منتخب مغمور اللي هو مينمار في الجولة السابقة يعني قد تكلفنا للمنتخب السوري عدم تأهل بأول وتاني يعني اليوم اللي تتعادل مع مينمار التصنيفه 152 عن العالم فهذا مؤشر خطر أنت رغم أننا امتدحنا المنتخب السوري على ما قدمه في بطولة آسيا ولكن أول اختبار في بطولة كأس العالم أو تصفيات المزدوجة تتعادل مع نيمار فهذا المؤشر للفراء العربية هو من يخوفنا بعكس الفراء الكبيرة هو محافظ على هويته على شخصيته على استمراريته كاليابان كمنشوفه والآن مستدرين مجموعاتهم فأتمنى للمنتخبات العربية مثل ما استفاقت في بطولة آسيا أن تكون الإستفاقاء موجودة لكي يكون أكبر عدد من الفرق العربية في نهايات كأس العالم نحن صعب العربي في كأس آسيا كانون متوسطين في مستوياتهم و إهل hardest حتى و إن كان النهاي عربي عربي با syntax المستويات كانت مختلفة أنا وجد نظري صراحة كأس العالم سيكون فيه أكثر عدد في المنتخبات العربية على الأقل خمسة أو ستة منتخبات كم منتخب عربي يكون في كأس العالم خمسة أو ستة من الثمانية ونص من الثمانية ونص ليش أول شيء أستراليا مش في مستواها إحنا لدينا الفرق التوبة التي هي غير عرب أستراليا اليابان كوريا إيران كوريا صح أستراليا مش في مستواها نهائيا خسرة فازت على فلسطين واحد سفر بصعوبة وزي ما حكك كوريا وكوريا برضو مستواها مش في مستواها أتوقع ممكن يكون لو كان منهم ثلاث هكام بيضل بيضل خمس مزين شرق آسيا صح تطورت بس أنا في وجهة نظري ما وصلت المنتخبات العربية زي ما وصلت مستوا قطر السعودية العراق عندها فرصة كبيرة أردن عندها فرصة كبيرة غرب آسيا أفضل الآن نعم غرب آسيا أفضل نعم طبعا أكيد فعندك قطر والسعودية العراق الأردن الإمارات تمام هذول المستوى الكويس هاي خمسة بصف عندك سوريا عمان يعني فيه احتمال قوي جدا أنه يتأهله لك أسر العالم بس ياصر نحن دوم نحكم على المنتخبات يمكن من بطولة أو شيء ولكن في التصفيات يختلف الوضع للمنتخبات الكورية والياباني عرفون هم وشلون يفوزون في المباريات اللي فيها ذهاب وياب فيها المجموعات حتى لو نشوف لو نرجع في 2002 المنتخب السعودي كان هو المتصدر فارغ ولكن المنتخب ياباني عرف لأن عندهم اللعيبة يثبتون وجودهم في كاس العالم لأن الاحتراف العقود اللعيبة نشوفهم مختلفين حتى في كاس آسيا اللي نجيك شفت المنتخب الكوري اللعيبة الكمة اللي عندهم محترفين ما طلع بالمستوى اللي احنا نعرفه وكل كان مرشحهم واليابان ولكن تعال شوفهم في كاس العالم يختلف الوضع فهاي هم دوم المنتخبات الكبيرة في شرق آسيا دوم يلعبون على كاس العالم بشكل أفضل من كاس آسيا هاي موجهة نظر يا شوف بس في ثم مقاعد ونص أكيد أكيد معاك في أفضلية ولكن فيها فيها أنا موجهة نظري صعب لأن أنت حتى المنتخبات العربية ترى التصنيف ترى مشكل لهم حق شرق آسيا هم اللي أكثر تصنيفا في المجموعة راح تحصل يمكنت أربعة وثلاث فرق صعب أنت ذكرت خمسة عرب صعب نعم وذكرت الثلاثة الكوريا ويابان لا كوريا طلعهم خلال اليابان وإيران وإيران لا أنا قلت استرال يا اليابان إيران كوريا وكوريا أربعة تمام لو صعد منهم ثلاث يظل قم قعد يظل خمسة بس أنت لا تنسى أزباكستان أترك أزباكستان اللي لعب في البطولة العاسيوية شفت الفرق اللي لعبت في البطولة العاسيوية هذا كل شيء لا ينسى تصفيات كأس عالم مختلف أنا لعبتها ثلاث مرات ولعبت كأس عاسية ثلاث مرات ولعبت كأس الخليج كل البطولة لها حساب ولها آلية عمل ولها التحضير مختلف كأس العالم مختلف ودائما الأشطر في عملية التأهيل والتحضير هو اللي يتأهل لكأس العالم فكل الفرق اللي صعدت مثلا خلينا أنا أتكلم التجربة اللي خضتها من 2002 لحد 2014 كل الفرق اللي تأهلت كانت تستعد أنه تتأهل سعودية يعبان كوريا إيران ليش؟ لأنه كان فيه عمل كان فيه منظومة عمل تشتغل على مدى بعيد ليس على التجمع في البطولة الآسيوية دائما نحن رأينا البطولات الآسيوية بالتجمعات الفرق العربية وفرق غرباسية تكون مويزة بشكل كبير لكن على المدى البعيد محتاجين إلى الآن نحن محتاجين أن نصل كيف الفرق كيف الدول تفكر التذكرت استراليا تذكرني من هذا المجلس استراليا ستصعد كاسع من أول المتأهلين من أول المتأهلين أنت ترى استراليا كم نقطة لحين 9 نقاط 9 نقاط سيذهب مثل ما قال كابتل عبدالعزيز سيذهب سيكون بالتصنيف الأول سيأتي معه الفرق الموجودة في التصنيف الثاني والتصنيف الثالث فكاس عالم مختلفة يظل عندك أربعة ونصف لا يخالف ما أقول لك أصعب أصعب وقت أنك تتأهل كاس العالم هذه البطولة تتعلم لماذا لأن الفرق العربي سيخرب على الثاني إذا تسمح لي واحد رح يضرب الثاني واحد رح يوقع الثاني عرفت شون في الفرق اللي هاي رح تكون موجودة لكن فيه تعال أنت هسحنا شكل نياسر شكل على سوريا هل تخيل سوريا إذا لعب مع الأردن أو لعب مع العراق رح تكون مباراة سهلة واحد رح يخرب على الثاني صح أو لا بس بعد ذلك سنادا لكلامك الآن المتوقع عندنا أو ما يتم تصنيفه عندنا إحنا عندنا ست فرق تشارك في كاس العالم هي الأقوى معاي نعم اليابان 18 على العالم هو الأول أسيوي اليابان أوكي إيران 20 على العالم الثاني أسيوي حتى الآن سنادا لكلام بوشمم وهو أسباكستان سبع نقط حتى الآن ما قال أنا الأول بعد ذلك عندي كوريا وإستراليا وقطار والسعودية هذه ستة مضمونين مضمونين أين أسباكستان أين العراق البحرين هذه فرق الأردن الأمارات تشع نقاط الأردن الإمارات تشع نقاط أنت الآن الإمارات الآن في التصنيف في التصنيف الإمارات تراجعت تسع مراكز نتيجة النتائج السيئة اللي حاقت فيه في كاس آسيا بينما قطر صعد 21 مركز من 57 عفوا قطر من 58 إلى 37 معناته التصنيف يرفعك الآن أنت أقول لي غير الستة منه مضمون غير مضمون لا يمكن لا يمكن تقول إستراليا لا إستراليا حامل كاس آسيا 2015 واحد من الفرق المرشحة للصعود في كاس العالم هذولي التوب سيكس لا تتكلم عنهم مصاب بعد ذلك تبني أرائك نتيجة صنفتهم أربعة العبارة أربعة أربعة بيظل عندك كم مقعد مقعدين أربعة ونص أربعة خمسة عرب خمسة عرب أوكي ما قلت خمسة عرب حلو نسيت أوزباكستان لأ أنت طلعت صعودية وقتر عندي ثلاثة من غرب آسيا ثلاثة أثنين عرب قطر والسعودية فقط قطر والسعودية أوكي غرب آسيا يدخل معهم إيران هذولي ثلاث فرق من غرب آسيا زيد كوريا واليابان واستراليا هذولي متأهلين باقي لك مكانين ونص صحيح هذا المكانين ونص أنت وشتهدك الحد حين الكلام مكانين النص صعب النص شوي صعب حصير في تعقيدات خاصة أن أنت لكم تجربة مية في المية بالأخير في عالم كرة القدم لا يوجد شيء صعب يعني لا يوجد شيء مستحيل ونحن نرى في كأس آسيا بس كأس آسيا تختلف عن تصفيات كأس عالم ليش؟ لأن تصفيات كأس عالم على المدى البعيد في لاعبين ينصابون في لاعبين محروبين يعني مثلا في ظروف يعني باتر ضغطاتها تختلف لك متخب السعودي من اللي راح يغيب بلايهي أفضل أظهره سعود وقلب الدفاع بين طاجكستان والسعودية كانت مباراة سهلة للسعودية لا ما كانت مباراة كانت مباراة صعبة جدا وحتى كانت في ريال على جماهير السعودية حضور للملعب يعني ما كنا في كل مرة كنا نشوف متعة الجماهير السعودية والملعب كيف يكون في هذه المباراة لا تختلف فتصفيات كأس عالم مختلفة وصعب صعب أنك تقول أنا عن نفسي أنك تقول يعني مثلا أقول لك 5 أو 6 فرق ستذهب العراق صعب جدا أنا عن نفسي الحين 9 نقاط 8 فرق لا لا أنا أتكلم على المردود الفني مع كل الفرق أنا أتكلم على المردود الفني مع كل الفرق لا شهد نحن 9 نقاط الحين لا شهد العفو و أنت لو سمح لا أعلم دعني كمل و أنت خبعه لا أسمح و أنت كمل لا أصحب تكي العافية شكرا فضر عبدالعزيز عزيز عزيز فضر شكرا على الاختصار هو ما أختصر ما أعطني مجان أقول شكرا على الاختصار أنا كفيتك كفيتك فضر عبدالعزيز كلامه مفيد تعزيزي كلامه دائما تصفيات كاس العالم و شكل من التجارب لخطة أنا خطت يعني شكل مغاير يعني تحضير لكاس العالم و بمحمد طبعا خاطب معنا تجربة سبع و سن و أنا خطت كاس الخريج كاس العرب آسيا لكن كاس العالم يعني دائما أن الضغوطات تتي دبل دائما أن الذهاب والأياب تعالوا عن نفسيات اللاعبين تختلف حتى نلاحظ لداري المدرب لما يحضرنا في كاس الخليج نقول لكاس الخليج الضغوطات لكن الداخلية لما تطلع برع كاس العالم خلاص يعني توجه الدولة توجه الجماهير العالم كله يتوجه لهذه التصفيات فأتخيل حالة اللاعب تختلف لأن نرى مستوى خاصة العرب تحس مستوى متذبذب في كاس العرب في كاس الخليج في كاس آسيا بطولة مجمعة تختلف عن الذهاب والأياب فلازم اللاعب اليوم يوصل للمرحلة أنه دائما يتحول من بطول لبطولة ويعرف الخصوم مثلا اليابان وشيء ما ذكر مشعل ودائما هذا من زمان ليس من زمان أن الكوريا واليابان توجههم لكاس العالم 100% تحضير جهد قتالية نحن نحن اليابان وكوريا في آسيا هم أفضل عناصر كثقافة كتنظيم لكن على مستوى القتالية أنا ما أعطيهم 100% وكانوا عكس التوقعات لكن في كاس العالم لا عبد العزيز روح مختلفة ودائما متواديين في كاس العالم لأن يدخلون 100% في كاس العالم فأنا أشوف أن لا نبني حتى قطر والسعودية في النهايات لازم نعطي مضاعف عن كاس آسيا وحتى في الأدور الأول أنا أعتبرها تحضير لكن النهايات تختلف تختلف جدا سنرى مختلفة نصعب بنوها على أن الآن البطولة والحضور شكلها نتغير عن أول أربع مقاعد الآن نحن لدينا ثمان مقاعد دعونا الأكبر الأربع واليابان وكوريا وإستراليا والسعودية دعونا لدينا أربع مقاعد عربية صح يعني أعلق الأربع مقاعد عربية أنا أعتقد أربع مقاعد عربية كم فريق عربي ستنافس عليها لا لكن هنا أربع مقاعد عربية معنات قطر والسعودية عليهم ضغط كبير قطر والسعودية قطر والسعودية قطر والسعودية لا قطر والسعودية لا 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 نظر حتى في التصنيف من ضمن توب سكس مع السعودية لكن بعد لا تأمن على شكرا شكرا دعونا نسأل سؤال حيما كل واحد يجيه الدور لما يجيك الدور كابتن تكلم عن موضوع العراق حلو عن موضوع العراق لأنني أعرف أنه عن البعير تخزن تخزن تنفجر بعد معروف عن البعير أنه يخزن يعني يشيل في قلبه لا إذا تكلم عن العراق خارج أعطى وقتي من عنده عفوا لكن أنت عندك وقت أساسي أعطي وقتك والله عاد مدين أنا كنت معشم معشم أنا جاء لك لا أعطني منتخب عربي تتوقع أن يروح كاس العالم بشكل مباشر مع كل المنتخبات يعني تكرني منتخب اثنين غير المنتخبات الستة اللي إحنا قلنا ممكن هم أنا أقول لك منتخبات عربية أنا لا أعطني منتخبات عربية قل لي هذه المنتخبات ستتأهل كاس العالم من ضمن الثمانية ونص بكل تأكيد اليابان كوريا لا إله إلا الله عربية عربية أنا أعطيك الأردن هذا توقعي فريغي نعم أم المنتخب السعودي أثنين عبد العيس حمادة أنا أتذ قطر والسعودية يا أخي خلى راح تبع ما هيتم تدخل قطر والسعودية والعراق عبد العيزي الإشراف مثل ما قال بالسعود هذا من راسي قطر السعودية والعراق توقع لهم شاي كبير ما يدخلي صعب أنا داري بس يعني تفهمين إن شاء الله قطر والسعودية والأردن والصين أبو محمد الأردن وسوريا تكون منفس شرسة بينهم العراق ممكن العراق يعني لنحن الفرق ما قناعتني حقا مثلا اللي قال أنا اتفق مع كابتن ياسر قال الثالث اللي شفتوه كاساسي في طفرة وليس استراتيجي وتخطيئ طبعا أكيد هذه بطولة مائد اليونان مائد الآن يبين الفرس العصي اليونان اليونان فازوا في كاساس أمام أوروبا وفازوا على صاحب الأرض وفازوا عليه في النهائي ومبعدها اختفوا ولا تأهلوا إلى كاساس اليوم مختفين من أي سنة فازوا في الافتتاح وفي الختام اليوم يختفين اليوم من 2004 تكلم في بطولة في البرتغاء لن تذكر فأنا أتكلم اليوم أن كلامكم صح هي طفرة في النهاية نكمل عثمان حسنت منتخبات العربي يمكن أن تتأهل لكاس العالم مباشرة مباشرة أنا أتوقع قطر والسعودية بنسبة كبيرة وإن شاء الله الأردن والعراق لهم حبوب جيدة بإذن رب العالمي ما شاءت أكرم صورة بين قطر والسعودي والعراق والعراق من ساعة كنت قلت العراق صعبة قلت صعبة هو قال صعبة قلت صعبة على المستوى الفني قلت لك على المردود الفني اللي هذه لسا نحن عندنا تسع نقاط لكنه فيه انزعاج بشكل كبير على المستوى الفني أنا مالك أنت كابتن رجال أنت مالك خص في انزعاج كيف لا يخص أنا جاي هنا أنا أحل الفريق مردود الفني وأقول أنه هو يستحق أو لا يستحق لا كابتن جيد أو غير جيد لا أنا غصدي أنا على الكلمة هذه اللي قلت ذكرت هالجملة قلت هناك انزعاج أي طبعا أنت اسمح لي الانزعاج أنا كواحد من الجمهور أنا واحد من الجمهور عندي انزعاج على أداء الفني على المدرب على اللاعب الآن أنت هنا المحلل الفني أنت اللاعب الخبرة المخضرم اللي كنت لعب المنتخب العراقي تمام أعطني وجهة نظرك هل المنتخب العراقي يتأهل ولا لا من شوي قلت صعبة الآن قلت لا سيتأهل إذا لعب بنفس الإسلوب ولعب بنفس اللاعبين اللي لعب فيهم في بطولة آسيا وحضر نفس التحضير سيتأهل أنا أقول لك ممتاز يتأهل لكن الفلسفة الزايدة وعملية اختيار اللاعبين وعودة لاعبين مبعدين لأشهر وممكن سنة وسنتين بعدين عن المنتقب ولعبين أساسيين لهم قيمة وكانوا إضافة كبيرة في البطولة مثل زيدان أقبال يوسف الأمين كانوا إضافة كبيرة في البطولة تجي في مباراة الأخيرة مع الفلبين يشاركون في آخر دقائق وتطلع من عقل أنا حنق الزجاجة في الدقيقة 84 يتقول على الفلبين أنا أعتقد مع الفلسفة اللي موجودة عند المدرب صعب يصعب الطريق عليه ليش لأنك أنت يوم أنت عندك سلاح وكل المدربين الكابتن مدرب ويعرف وابو محمد إدار ويشتغل وكل المدربين يقول لك الفريق اللي تغلب بي العب بي صعي وهذا استقرار هذا ما في فلسفة ماكو فلسفة وإحنا تعلمنا عليه إحنا أنا كلاعب كرة قدم متى ما كان استقرار في التشكيل وتكون فيه كيمستري اليوم كل الأجيال في كل الأجيال في قطر ليش موجود أكرم والمعز ليش موجود نشأة ويونس ليش لأنه في مدة طويلة اللعب مع بعض واحد يفهم الثاني أنت اليوم نحن من كأس الخليج لليوم ما في استقرار فني دائما في عمليات تغيير دائما في عمليات حتى في بطولة كأس آسيا في كل مباراة كان يعمل في تشكيل إحنا هنا أنا كنا نقول وتكون موجود قلت لك بكرة ممكن يلعب خمسة ولعبنا خمسة وكنا نفوز ما عندي مشكلة لكنه أنت إيجاك وقت لازم تستقر على تشكيل لازم اللعبين اللي أخذوا فرصتهم في كأس آسيا وأثبتوا في كأس آسيا وهم كانوا كلمة تسر في كأس آسيا خليهم يستمرون اليوم أنت أحسن وقت عندك أنه زيدان إقبال ويوسف الأمين واللعبين اللي موجودين وإسامة رشيد وأمير العماري أنه يسجمون مع بعض حتى أنطيهم هي هذه المباراة المهمة مع الفلبين مرتها راح تلعب مع الفلبين خليهم يستقروا نفس التشكيل شكلوا الهوية للمنتخب بالضبط سطر واحد هناك أكثر واحد يطلب سطر واحد لكن دقيقة أريد نشأة دقيقة لو سمح عاطني الله يسلمك المنتخبات بالتأهل العربية محصور قلت لك بين عراق سعودية و قطر تردو ماي أساسها نحن لا نضيع الوقت نرى ضاعب الوقت القراءة الحقيقية في الدور الثالث خالد عندما يتقسمها ثلاث مجموعات نرى الفرق الستة هنا و ستة هنا و ستة هنا نتكلم الآن نتكلم عن الدور الثاني الأول والثاني لكن الغراءة الحقيقية أقدر أقول لك الأول والثاني ما أعطيك اليوم كم التاريخ اليوم نحن تاريخ كام يا شباب اليوم نحن تاريخ 15 رمضان صح 26 مارس 26 مارس ستة وعشر أرجع لك إن الله أعطاننا عمر و نحن موجودين هذه الغراءة الحقيقية الآن الغراءة تقريبية أول يوم أول يوم في الدور الثالث قلت لك أن الله أبقاننا بس لك نفس السؤال ولكن لا يمكن أن نسأل في النهاية لأن اليوم الجمهور متجدد معنا فيه ناس بيشوفون اليوم فيه ناس بيشوفون في الدور الثالث شي يقول عبد العزيزي؟ قطر والسعودية وبين العراق والأردن بين العراق والأردن بين العراق والأردن مش عال قطر والسعودية والأردن مصعب أوشي الأردن الأردن مش طفرة ليش إحنا في التسفات المشاري قبلها الأردن من وصلت وصلت طرم الحق ولعبت كويس فأنا بتوقع قطر و السعودية هذين متأهلين الأردن و العراق متأهلين برضو من أول مرة و يدخل معهم منتخب واحد يا إما الإمارات يا إما عمان يا إما البحرين ما يقول ياسر أنا أقول لزيز السعودية وقطر لأنه هن المتخبين الواحدين على مستوى آسيا أما بالنسبة يحكي مصعب أن الأردن مش طفرة لا طفرة مصعب ما قبل بطولة آسيا ولا فوز ما أعطى مؤشر كان هناك تبديل مدرب قطر العراق سوريا ما قبل دخولهم بطولة آسيا كان الشارع الرياضي في كل البلدان مش راضي كل الرضا قصده مش على الفترة هذه كابتن ياسر هو قصده بالمجمل المنتخب الأردني ماشي بطريق جيد الطفرة ممكن أنت بتحكي على أساس أنه كان فيه نتائج سيئة بعدين اتحسرت النتائج في آسيا مرة واحدة هذا الحكي ممكن الحكي أنه صار لازم كنا نحكي أنه لازم يكون فيه استمرارية دائما في النتائج وهذا دائما نحكي فيه أنه دائما نحن منتخباتنا منقدر نغلب اليابان نقدر نغلب كوريا بس قديش مرة من عشرة فعشان هيك موضوع اللي بيحكي فيه مصعب مش طفرة قصده أنه لحظة هاي لا لا طفرة كيف كابو مستوى الأردن طفرة اللي صار المستوى الغفز اللي غفزوها في بيكاس آسيا وصلوا المباراة النهائية هو بحكي مش عن آسيا ما علي عموما هو بحكي عموما عموما شو أرجحك تصنيف على مدار عشر سنوات بالضبط الأردن كل التصنيف العاشر عربية بس لعبنا وصلنا سبعة وثلاثين عالميا إحنا وصلنا سبعة وثلاثين عالميا قبل هيئ سنة كم مع الجوهر يوم يا ربعة وصلنا سبعة وثلاثين عالميا يوم في سبقاسي عشرين سنة يا عثمان عشرين سنة إنت مشيت عليهم أصلا يعني بعدها إحنا وصلنا ملحق كأس عالم بعدها إسمع عثمان إنت دقال نفسك بالفراء الكبيرة عنده طفرة مش طفرة اليابان من عشرين سنة إيران إلى الآن من ضمن الأربع الأوائل بأسيا دائما في كأس العالم فهالدول مش طفرة بس نحن عشرين سنة تغيب عشرين سنة فيه أمر طبيعي أنه طفرة كابتن سبعتاش مركز صاعد في هاي الفترة بس هو بيحكيش عن هاي الفترة وبيحكي بمجمل مع الجوهري في 2004 لم يكن طريقة التصنيف بهذا الشكل مية في المية ما كانت ذي سمعني سمعتك إحنا يبقى أنا أقول لك إياه إحنا مع ما تشاء الله خذينا الخمسة عشية العالم كان التصنيف لو تفوز على أي فريق تأخذ نغط الآن لا الآن الاتحاد الدولي صعب من المأمورية أنت شلون قاعد تشوف أنت تسعة سبعة تعيش أنت لعبت مع منه أنت لعبت مع أبطال آسيا كوريا مرتين وغلبت كوريا مرتين تعادلت مع كوريا وفست على كوريا في عشر أيام هذا ما تحصل لك مرة ثانية لا تقول إنه مطفرة إلا طفرة ونص مسعود وهذا ما يعيب الكورن الأردنية بالعكس بالعكس أنا لازم تبنع هاي التصنيف اسمح لي إحنا 11 فريق من غرب آسيا فريقين فقط لم يتأهل اللي هما لبنان وعمان يا رجل أنت تحلم أن أربع فرق في النهائي من غرب آسيا مستحيل أنا لو أقول لك هاك على كيف خط سيناريو حق كنس آسيا ما رح تحط لي ثلاث فرق غرب واحدة من أهم المحاول اللي طلعت فيها لجنة الدراسات الأسيوية أن التطور الكبير في غرب آسيا تدري من قطر وإيران والأردن من غرب آسيا بالمقابل فقط إيران اليابان من شرق آسيا واسمان أنت بالتحديد خلاك كابتن خالد تعتذر قبل البطولة وبعد البطولة قبل البطولة كنت أنت متشائم كل التشاؤم بمنتخبك كل العالم آخر شيء كابتن كابتن ياثر هو أنت في النهاية أنت تجدني على نتائج بالضبط أنت اليوم لما تكون مش طفرة فيه معناته فيه مستوى تثابت ما قبل البطولة وفي البطولة في البطولة ما قبل البطولة كان فريقهم برجع لحكي الكابتن مشعل خمسة بعاليابان نفس منتخب سوريا خمسة قبل شهر مع اليابان قصرنا خمسة في كأس العالم بعد شهر نوعا ما أساس الكلام أساس الكلام كله اللي احنا مندور فيه حكى الكابتن مشعل أن البطولات المجمعة مختلفة عن بطولات الذهاب والإياد تمام؟ الإعداد مختلف بين البطولة المجمعة عن البطولات الذهاب والإياد عدد اللاعبين المتاحين مختلف بين البطولات المجمعة وبطولات الذهاب والإياد لأننا كعرب لابن يكون المخزون التكتييكي المخزون التكتييكي كابتن المخزون التكتييكي للمدربين واللاعبين يجب أن يكون أعلى بكثير هذا هذا الطافر المجمع أسهل سيد أنت المجمع بس في هالعمل الطفرة في البطولات اللي قابل المجمع ما عملت حاجة لا كانوا يصل نوصل دور الثمانية وصلنا مرتين دور الثمانية طيب مفترض يبني عليها هذه الطفرة تتكلم عليها مفترض يبني عليها هي مكتسبات حافظ عليها وطوارها بكل تأكيد أنا بس ربط الكلامهم في عندنا جزئية مهمة جدا اللي هي عملية الآن الشركاء معك في هذا المشروع في التصفيات أنت لابد أن يكون معك أيضا الأندية اليوم تجيب اللاعب في أسبوع وتلعب مبارات وترجع مرة ثانية يدخل في الدورة ثلاثة أربعة مباريات فلابد يكون هناك مواكبة ومحكاء أيضا المستوى الفني اللي جالس اللاعب يكتسبه من خلال مشاركات المنتخب يروح النادي في اختلاف كلي اختلاف الطريقة في الأسلوب في نوعية اللاعبين هذا مكتب الصعوبة بالنسبة للتصفيات من أكثر منتخب اللي يمكن يعطيك على الأقل حضور من خلال المشهد اليوم اللي نتكلم فيه قطر أنا لما قلت السعودية والأردن كنت أبغى أحد يقول لي أنا غريبة طيب قطر بطل آسيا قطر هو مرشح يانا الأول كون أنه الجارس محقق إيجابيات الأهم من هذه الإيجابيات أنه الجارس يحصل يحضر في التصفيات الموجودة المؤهلة الكاس العالم بشكل جدا مثالي أول حاجة استقرار اللاعبين أيضا هناك محاكمة الأندية بالأسلوب والطريقة والاستقرار العناصر اللي موجود في المتخبط هذا لا يتحقق في أي متخبط